يا جماعة أنا عايز أسألكوا سؤال وجودي من اللي بيجي لنا قبل ما ننام ده هو إحنا بنشجع منتخب مصر عشان يكسب ولا بنشجعه ولا ما يكسب أنا عمري في حياتي ما شوفت هذي الروح الانهزامية في مشجعين منتخب مصر من أول أبويا ما خدني أتزال كابتن صفت عبدالحليم في ستادي التيتش لحد النهاردة ما بقى عندنا فان اي دي أنا عمري في حياتي ما شوفت هذا الكم من اليأس من أيام ما كنت بروح الستاد وكنا بناكل الثلاثة سنشات بجيني وناكل الوافر لحد ما بقى فيه كنتاكي وبيتزاهات والدلع اللذيز ده كله خير وليه كل شوية لا كيروش ما بيفهمش نجيب كابتن حسام حسن المدرب المحلي طب ليه ميش كابتن عبدالحميد باسيوني عشان كابتن حسام حسن بيزعق طب ما كابتن حسن شعطا كان بيزعق بقول لك أنا صح أنا صح أو كان صح يا جماعة كيروش يا جماعة لو على كيروش كان بيحاسبن أنا عمري في حياتي ما شفت بعملي حاسبن كده على الحاكم خير يا جماعة يعني ايه الروح العدائية دي وبعدين النيجاتيفي دي بتوصل للعيبة هنلاعب غينيا الاستويق حانا يخسر هنلاعب تنزانيا الجنوبية حانا يخسر ما احنا حانا يخسر حانا يخسر ليه حانا يخسر ليه؟ خير وبعدين أنا كتبت أول من الثالث بطولة أفريقيا بقول لك احنا حنائم أفريقيا من مغرب أنا اتشتامت اتشتامت ليه؟ يعني واحنا نائمنا أفريقيا من مغرب فعلا يعني لو تيجي تفكر فيها كده احنا عشان نوصل للسنغال احنا عملنا لعبنا أربع نهائيات وربعض مية وعشرين دقيقة خير واخسرنا بضربات جزاء يعني ما تهناش مثلا من السنغال مفيش حد شايلنا مفيش الكلام ده خير ليه 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 الانهزمية دي؟ بعدين خد بالك الانهزمية دي ورأي احمد من الشرقية في التخطيط واللعيبة والاستاذة ماهي من الرحاب اللي بتقول لازم ننعب على الاستاذ الكلام ده بيوصل لعيبة جماعة يعني الكلام ده بيوصل والكلام ده مؤثر فيا ريت نشجع المنتخب تمام؟ لان المنتخب انا مش شايفه وحش انا مش عارف ايه مشكي يعني ايه؟ عايزين منه ايه تاني؟ المطلوب منه ايه تاني؟ ونشجعه في المطش ده ومطش السنغال وحنوصل رأيي انا الشخصي احنا هنكسب هنا واحد سفر وحنتعادل هناك وحنتقاهل لو عايزين بقى يعني اه فم بتقى انا بقولك احنا مع كيروش ده ممكن نوصل لدور الستاشر في كاس العالم عادي جدا اه هنوعد بقى ايه ده ولا انت بتقوله ده نفس الكلام اللي تقالف ساعة البطولة العربية وساعة كاس افريقيا فا يعني نوعا نفكر في الموضوع ده هل احنا بنشجع المنتخب عشان يكسب ولا بنشجعه لما يكسب دي حاجة اه ودي حاجة قولولي انتو تفتكروا توقعاتكو ايه للمطش جو للمتحس yea صحبا دعا ومتحس